مستمرة الرابع والعشرون من شهر فبراير من العام المنصرم كان يوماً لهما بعده أطلقت فيه روسيا ما تسميه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بهدف اشتثاث نازية ونزع السلاح من أوكرانيا ووأدي فكرة ضمها لحلف شمال الأطلس تمكنت روسيا من السيطرة على مدن عدة في دنباس ولأن الحروب كر وفر انسحبت القوات الروسية من جبهات مهمة بعد مقاومة من القوات الأوكرانية سيناريو وصف بالانتكاسة ما دفع بيلي كريملين لإجراء تعديلات على غرار إعلان التعبئة الجزئية في البلاد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تسارعت الأحداث في الثلاثين من سبتمبر ضم بوتين أربع مناطق أوكرانية لقوام روسيا الاتحادية خطوة أججت الصراع ففي الثامن من أكتوبر استهدف جسر القرم حدث نقل التصعيد الروسي الأوكراني إلى مستوى جديد تسارع الأحداث وارتفاع منسوب التصعيد زاد من ويلات الصراع العسكري الروسي الأوكراني صراع تمرد على حيزه الزمني ليصل عامه الأول وليتحول إلى ما يشبه الحرب بالوكالة بين موسكو وداعم أوكرانيا إنه الرابع والعشرين من فبراير شباط عام الفين واثنين وعشرين تشير الساعة إلى الخامسة صباحا دوت صافرات الإنذار في كل المدن والأراضي الأوكرانية وكانت نذيرة بإعلان الحرب على أوكرانيا تمكن الجيش الروسي في بداية الحرب من السيطرة على عدد من المدن والمناطق الاستراتيجية أهمها كانت تلك المناطق الواقعة على حدود العاصمة الأوكرانية والتي كانت العنوان الأبرز للمقاومة الأوكرانية بوتشا وإربيين كانتا مصرح القتال الأول مرورا بخاركيف وخرسون وزابريجيا بالإضافة إلى المناطق الشرقية قبل الانسحاب الروسي من أغلب تلك المناطق وعلى حين غره أعلن الجيش الأوكراني في أغسطس آب الماضي هجوما مضاد شنه ضد الجيش الروسي في محور خاركيف شرقية البلاد وسرعان منهارت الدفاعات الروسية واستعادت جيش الأوكراني كل من إزيوم وكوبيانس وليمان ومناطق أخرى داخل المقاطعة رد الجانب الأوكراني على الاستفتاءات التي أجرتها موسكو في مناطق جنوبي وشرقية البلاد بوصفها بالزائفة وصارع الرئيس الأوكراني في طلب استعجال لضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي النيتو استفاق العالم على انفجار في أكتوبر الماضي غير معالم الحرب في أوكرانيا وتجاوز كل الخطوط الحمر إنه الانفجار الذي استهدف جسر القرم الحيوي أما في العاشر من الشهر المذكور سلفا بدأت روسيا باستهداف البنية التحتية للطاقة الأوكرانية ما وصفه البعض بمحاولة روسيا بتسليح البرد وكرد على الانفجارات التي وقعت في جسر القرم ترجمة نانسي قنقر